اهلا بكم وحلقة جديدة معاكم احمد عبدالله من بوابة الوفد التعليمية والنهاردة ان شاء الله رب العالمين هنراجع مع بعض التاريخ بتاع اه تلت عدادي ونحاول نقف على النقاط المهمة فيه ونشوف ايه هي اللي ممكن من الاسئلة المهمة اللي ممكن تجينا ايه من النقاط اللي محتاجة ان احنا اه او ايه من النقاط اللي احنا مفروض نقف عليها ونوضحها اه او فيها لبس بالنسبة لنا عشان في الامتحان بامر الله تعالى ان شاء الله نجاوب على الامتحان ونحصل على الدرجة النهائية نعم نبدأ كده احنا عندنا اول جزء لازم نركز عليه في المراجعة ان احنا لازم اول حاجة نروح للمفاهيم اللي موجودة عندنا اه ده سؤال مهم جدا بيجينا في الامتحان يا اما يجي لك اكتب المفهوم مثلا التاريخي هو يجيب لك المفهوم وانت تقول له ايه هو او ايه المقصود به او يجيب لي المفهوم وعايزني انا اكتب له تعريف من وجهة نظري وفهمي او للموضوع وابدأ اكتبه طيب نشوف ايه يعمل مفاهيم اللي موجودة عندي عندي مثلا بيقول لي مجموعة من ضباط الجيش المصري قاموا بثورة 23 يوليو بهدف القضاء على الفساد وتحرير مصر من الاحتلال زي ما احنا ما خدنا كده في اول درسة عندنا في ثورة 23 يوليو وشوفنا ازاي الاوضاع قبل قيام الثورة كانت فيها تدهور في الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والحالة السياسية وهنا اا كان لازم من ثورة تصحح الاوضاع في الوقت ده فكون الضباط الاحرار برئاسة طبعا اا جمال عبد الناصر زعيم التنظيم اللي هو تنظيم الضباط الاحرار وكون مجموعة او كون التنظيم من مجموعة من الضباط للقيام بالثورة للقضاء على الفساد اللي كان موجود في الدولة عندنا بعد كده بيقول لي عدم الانضمام لأي من الكتلتين الشرقية والغربية طبعا ده تعريف مهم جدا خدناه وعنا شغالين اسمه عدم الانحياز وده اللي خدته او كان من انجازات ثورة يوليو على المجال الدولي ان احنا خدنا سياسة الحياد الاجابي وعدم الانحياز لأي من الكتلتين سواء كتلة الشرقية اللي كانت بزعامة الاتحاد السوفيتي او بالكتلة الغربية اللي كانت بزعامة الولايات المتحدة الامريكية طيب يجي مثلا يقول لي شكل من اشكال الاستعمار وضعته عزبة الامم بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وبمجابه يتم وضع الدول التابعة للدول المهزومة تحت دار الدول المتقدمة اللي منه هيرى التعريف ده هيقول لي احنا ما خدناهش بالتفصيل ده في الكتاب لكن المقصود به او احنا ليه جابينه بالشكل ده علشان نعرف بس منه الانتداب البريطاني اللي كان على فلسطين احنا خدنا نبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وتعمل مؤتمر سان ريمو سنة 1200 تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني فاحنا بس من التعريف ده نطلع به بكلمة الانتداب نبقى عارفين يعني ايه كلمة انتداب طيب لو ميجي يقول لي مثلا اعرف خط برليف او يجي يقول لي خط عسكري منيع عقامته اسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس وحطمته الكوات المسالحة في حرب اكتوبر تاعت السرائيل طبعا ده خط برليف اللي هو بيمثلوا احنا بنا ناجح برضو لازم للمواضين بنا بيمثلوا في سوريا خط الون دول خطين كانت عاملاهم اسرائيل لتأمن نفسها من ناحية مصر خط برليف ومن ناحية سوريا هو خط الون طب بيقول لي تشكيل تكور من افراد المجتمع المصري بكل فئاته لحماية المنشئات والمناطق ومواجهة عمال السرقة والحرق والترويع اثناء ثورة 25 يناير احنا شغدنا طبعا لما حصل الانفلات الامني وبدأ ما بقاش فيه امن وكده وتعرضت البلاد لحالة الانفلات الامني فاضطر الشعب ان هو يكون لجان شعبية طبعا اللجان الشعبية دي علشان يحمي بيها الممتلكات بتاعته الممتلكات الخاصة بيقول لي طيب ان يكون الشعب بانتخاب ممثلين عنه لادارة شؤون الحكم واصل القوانين ومرأبة اعمال الحكومة ده تعرف كلمة ايه؟ وعلى طول يجي في بنا البرلمان بنوحتان التعريف مهم جدا وهو ان يكون الشعب دي الحياة النيابية لكن البرلمان يطلق على المجالس النيابية اللي هي بتتولى السلطة التشريعية في الدولة يبا لازم وانا باخد بذاكر اكون اعارف الفرق ما بينهم الحياة النيابية ان يكون الشعب بانتخاب ممثلين عنه لادارة شؤون الدولة سن قوانين ومرأبة اعمال حكومة البرلمان اللي هو المجالس النيابية اللي هي بتتولى السلطة التشريعية مش احنا كنا اغدين ان انا عندي اربع سلطات في الدولة السلطة التشريعية ويتولى مجلس النواب وده طبعا مدة خمس سنوات عندي السلطة التنفيذية اللي هي بتتكون من الحكومة والوزراء ورئيس الوزراء ووزراءه ونوابه ومعايا السلطة كمان المحلية ورئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الدولة يبعا انا كدة عندي ثلاث سلطات رئيس الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة الرابعة يا السلطة القضاية اللي بتختص بالمحاكم بجميع أنوح طب الوسيقى بقى اللي بتحدد شكل نظام الحكم في الدولة اللي بتحدد لشكل واختصاصات المؤسسات الدستورية يبقى ده على طول الدستور طيب أما يقول لمنظمات من المجتمع بتضم جمعيات المجتمعات المحلية منظمات غير حكومية نقابات عملية أو جمعيات خيرية ده تعريف على طول بياخدني لمنظمات المجتمع المدني طيب عندي بعد كده في تعريفين لازم نفرق ما بينهم المنظمة الإقليمية والمنظمة الدولية المنظمة الإقليمية دي منظمة بتجمع عدد من الدول بتجمعهم أو بتربطهم رابطة معينة مثلا ممكن رابطة المكان رابطة التاريخ زي مثلا جامعة الدول العربية الاتحاد الأفريكي طب عندي المنظمة الدولية دي طبعا منظمة بتضم في عضوياتها دول مستقلة اه لكن مش بتربطة رابط معينة يبقى لازم اخد بالنا ان دي تكف الامتحان ما بين منظمة بتجمع دول بتربطة رابط معينة يبقى دي منظمة اقليمية طب اه بلا تجمعها رابط معينة يبقى ايه دولية هل هي زي منظمة الامم المتحدة طيب نجي بقى للشخصيات اللي موجودة عندي في التاريخ بقى او في الجزء اللي احنا درسناها بتاع الترمي التاني امي يقول لي غادرت ارض مصر في مساء يوم ستة وعشرين يوم اتنين وخمسين قبل الموعد المحدد انا عالفكم شاطرين على طول هجبوه اللي هو الملك فاروق لانه طبعا ادرك ان الشعب والجيش بيقرع حكمه وان كمان الانجليز تخلوا عنه في الفترة دي فاضطر ان هو غارد البلاد تنازل لها والده عن عرش مصر في يوليو الف وتسعمائة اتنين وخمسين طبعا ده كان الملك فؤاد التاني ابن الملك فاروق اللي ازاع اول بال للثورة ده كان الرئيس الراحل محمد انور السادات وكان طبعا من الدباط الاحرار واسس وتزعم تنظيم الدباط الاحرار ده طبعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طيب بيقول لي اصدر تصريح في نوفمبر 2017 اللي انشاء وطن قام اليود في فلسطين خلنا احنا النقطة دي ان وزير الخارجية البريطاني اللي هو بيلفور تلعى السنة 17 واصدر التصريح اللي بيقول فيه ان بريطانيا بتتعهد بانشاء وطن قوم اليود في فلسطين وساعت احنا قلنا على الوعد ده وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق ومشينا بالاحداث تغادت لما جمه طامر سان ريمو واصبح الانتدام البريطاني واقع على فلسطين ومن هنا خلاص اتنفذ وعد بيلفور واصبحت فلسطين وطن لليهود اصدر دستور لمصر 1971 وصاحب قرار العبور تلاتة وسبعين وبادر بزيارة اسرائيل طبعا تلات احداث مهمين جدا قام بيهم شخص واحد هو الرئيس الراحل محمد انور السادات هو اللي اصدر دستور لمصر انتها سبعين وده كان من الاجراءات والتهيئة اللي قامت بها مصر قبل دخول حرب تلاتة وسبعين وصاحب قرار العبور لانه هو طبعا باعتبار رئيس الجمهورية فهو اصدر قرار بعبور الكوات الى شرق القناة وهو اللي بادر بزيارة اسرائيل سنة سبعا وسبعين كمحاولة من محاولات مصر لانهاء النزاع العربي الاسرائيلي طب يقولي رئيس الوزراء السوري رئيس الوزراء اسرائيل الذي حضر مؤتمر كامب ديفيد مؤتمر دعا اليه الرئيس الامريكي جيمي كارتر دعا الرئيس السادات ودعا رئيس الوزراء اللي هو بقى مفروض انجاو بنا نقول مناحن بيجن دعاهم لكامب ديفيد للتشاور حول اطار للسلام وفعلا اتوصلهم الاتنين لاطار للسلام وبعدها سنة 79 اتعملت معاهدة السلام لان طبعا مؤتمر كامب ديفيد زي ما انا عارفينها رصة 178 فاز بانتخابات 2014 رئيس الجمهورية طبعا الرئيس الفتاح السيسي وده بعد طبعا ما تسلم الدولة بعد صورة 30 يونيو 2013 اللي هو المستشار عدل منصور رئيس المحكمة الدستورية وبعدها اجرية الانتخابات في 2014 بعد تعديل دستور طبعا 2012 وفاز فيها المراشح الرئيس عفتاح السيسي قدم مبادرة لوقف اطلاق النار وحل المشكلة سلميا بين مصر واسرائيل خلال حرب الاستنزاف هنا نروح لنوطة جديدة مهمة حلوة جدا لحرب الاستنزاف وهي من المراحل او الخطوات اللي مشت فيها مصر لقاعدت بناء كوات المسلحة وحرب الاستنزاف دي زي ما احنا معارفين من المرحلة التانية اللي قامت بها مصر وهي بتبني الكوات المسلحة اللي استمرت من 69 ل70 طيب بين بقى اللي قدم مبادرة لوقف اطلاق النار اصنع الحرب هو كان وزير الخارجية الامريكي روجرز طيب احد ابطال العسكرية المصرية هو شارك في حرب الاستنزاف وتوفى خلالها الفريق اول عبد المنعم رياض وطبعا بيعتبر من اشهر العسكريين اللي هو شارك فيه او من الاعمدة اللي اعتمد عليهم جمال عبد الناصر فيه اعادة بناء وتنظيم الكوات المسلحة فيه نقطة بعد كده رقم 11 ودي طبعا بقى فيها كزا حاجة وكزا فكرة لازم نواخدين بنا منها مين كان وزير للحربية؟ مين كان قهد اقوات المسلحة وكان مدير للمخابرات العامة؟ وفي حرب اكتوبر كان متولد تنصيق على الجبيتين المصرية والسورية؟ مين اللي قام بخطة للخداع اللي صار في انظار اسرائيل عن التجهزات الهجومية اللي بتقوم بها مصر قبل حرب اكتوبر؟ وحصل على وسام نجمة سينة طبعا كلنا نقول اللي هو المشير احمد اسماعيل بعد كده عندي السؤال اللي بعد كده بيقول لي مين اللي اختار رئيس الراح الانور السادات؟ رئيسا لاركان حرب الكوات المسلحة سنة وعده سبعين؟ ومين اللي شارك في وضع خطة او في تطوير الكوات المسلحة؟ مين اللي وضع خطة عبور القناة؟ هو طبعا الفريق سعد الدين الشازلي واللي تكرم في الزكرة التسعة وتلاتين سنة الفين واثناشر وملح اسمه كلهادة النين العزمة؟ سؤال اللي بعد كده بيقول لي شغل منصب رئيس هيئة عمليات الكوات المسلحة سنة اتنين وسبعين حيث قامت الهيئة باعداد دراسة عن انسب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجومية هنا بقى بيقول لي مين او من الهيئة اللي كانت مسؤولة عن اختيار التوقيت المناسب للحرب؟ مين كان اللي شغل منصب رئيس الهيئة في الوقت ده؟ كان الفريق محمد عبدالغان الجامسي واللي اصبح رئيسا لاركان حرب الكوات المسلحة عام تلاتة وسبعين يعني بعد الحرب مباشرة طيب رئيس المحكمة الدستورية لازي تسلم حكم مصر عقب ثورة تلاتين يونيو الفين وتلاتاشر وده لسه اللي نحن المستشار عدلي منصور من اللي تخلى عن رئاسة مصر في احداشر فبرار الفين وحداشر وسلم ادارة شؤون البلاد للمجلس الاعلى كوات المسلحة كان الرئيس الراحل محمد حسن مبارك وطبعا ده كان من نتائج صورة خمسة وعشرين يناير الفين وحداشر ده الى عقد مؤتمر في كامب ديفيد برضو قلناه اللي هو جيمي كارتر رئيس الامريكي في الوقت ده من اللي اصدرت حق او حكم بقى حقية مصر في طابة احنا طبعا عارفين ان بعد ما اتعملت معادة السلام سنة تسعة وسبعين كان من نتائجها هو انسحاب اسرائيل من سيناء سنة اتنين وتمانين معادة منطقة طابة طبعا لغلاف على الحدود ما بيننا ما بين اسرائيل فمصر طبعا في اطار التحقيق السلام فقالت خلاصا هعرض المشكلة على هيئة التحكيم الدولية في محكمة العدل الدولية واللي اصدرت حكمها سنة تمانية وتمانين بقى حقية مصر في طابة ورجعت طابة الى ارض او الى حضن الاراضي المصرية سنة تسعة وتمانين في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد كده يقول لي قام بانشاء عدة مجالس استشارية لها سلطة لها هنا طبعا بقى ياخدنا السؤال ده لاخر واحدة عندنا في المنهج اللي هي بتاعة الحياة النيابية احنا خدنا ان اللي اقام مجالس سورية لها سلطة لها هو طبعا محمد علي زي مجلس المشورة المجلس العالي ان كانت الكلمة الاولى والاخيرة لمحمد علي طيب من اللي اسس مجلس شورى النواب واستجابة لدعوة رفاعة التهطاء والتعليم البنات وعمل مدرسة لبنات سنة تلاتة وسبعين وهي مدرسة السنية طبعا ده ياخدنا للخديوي اسماعيل من اللي اصدرت اول مجلة النسائية هي مجلة باسم الريحانة دي مجلة صدرت في 1907 وبعد كده في سنة 1908 هتتحول الى جريدة طبعا هي جميلة حافظ من انتخبت رئيس اللجنة الوافد المركزي عام 1920 هدى شعراوي اول وزيرة للشؤون الاجتماعية وتم تعيينها عام 62 وهنا نازل ناخد بالنا بقى من حاجة لما يجي يقولي اول وزيرة للشؤون الاجتماعية يبقى على طول دي حكمة ابو زيد طب لو قالني وزيرة للشؤون الاجتماعية السنة 1971 يعني في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات دي عائشة راتب وزي ما احنا درسنا عرفنا ان المرأة حصلت على حقوقها واتطور دور المرأة في العمل السياسي فنيجي مثلا في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات اعطى منصب رئيس اللجنة التشريعية للدكتورة امال عثمان في الفترة طبعا من 71 غد 81 طيب بكده احنا راجعنا على المفاهيم اللي موجودة عندنا في المنهج ايه اهم الشخصيات اللي موجودة عندي طب لنمر سريعا كده على اهم الحروب اللي موجودة عندي عندي اول حرب حرب فلسطين وطبعا كان من سبب حرب فلسطين هو ان احنا داخلين ننكز الشعب الفلسطيني من بطش اليهود داخلين نساعد الشعب الفلسطيني ان هو يعمل حكومة وطنية على ارضه فطبعا من خلال الاحداث شفنا ازاي ان الجيش العربي وطبعا الجيش المصر كان ليه دور كبير جدا في الحرب دي في الاول كانوا محققين انتصارات لغاية لما اتدخلت الولايات المتحدة الامريكية بمبادرة لوقف اطلاق النار بين العرب واسرائيل لمدة شهر وقالوا ان ساعتها تمتنع اسرائيل وامتنع العرب عن التدريب وعن جلب السلاح لكن طبعا اسرائيل لم تلتزم بوعودها واستقنافت عملية التدريب وجلب السلاح لفلسطين ثم فجأة العرب باستقناف القتال فطبعا اكيد هيبقى الهزيمة ليه العرب في حرب فلسطين واستولى اليهود على جميع اراضي فلسطين طبعا معادة قطاع غزة ده كان تحت ادارة مصرية والضفة الغربية وبها قوات اردنية طب والقدس قسمت بين العرب واليهود والحقيقة هنا عايزين نقف بقى عندي سؤال مهم جدا ممكن نجيلي في الامتحان يقول لي ايه قارن بين القدس منكز جدا بقى في السؤال ده قارن بين القدس قبل تمانية واربعين وبعد تمانية واربعين قبل تمانية واربعين لو انتوا فاكرين في التقسيم بتاعت الامم المتحدة جعلت القدس منطقة دولية لكن بعد حرب تمانية واربعين قسمت القدس بين العرب وبين اليهود طيب ده اول حرب عندنا الحرب التانية اللي هو العدوان السلاسي اسبابها نجيبها من الاطراف المشتركة في الحرب انا عندي انجلترا مشتركة فرنسا مشتركة اسرائيل مشتركة كل واحدة فيهم مشتركة لسبب نمسك بالترتيب اسرائيل مشتركة ليه في الحرب دي او ليه عملت العدوان ده علشان خاطب مصر او حكومة الثورة ساعتها عملت صفقة مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالاسلحة طبعا لموجهة الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وده طبعا بيبين لنا اولاد ازاي دور مصر مهم جدا ومازال مساند للقضية الفلسطينية طبعا لغاية لما تتحرر فلسطيني طيب تاني سبب اللي دخل فرنسا الحربة هو مساندة مصر لحركات التحرر الوطن في الجزائر واحنا عارفين طبعا ان الجزائر في الوقت ده كانت تحت الاستعمار الفرنسي فطبعا لما مصر تساند صورة التحرر اللي كانت موجودة في الجزائر ده طبعا يضر بمصالح فرنسا في الجزائر فاشتركت في العدوان اما انجلترا لان مصر اممت القناة سنة ستة وخمسين وده طبعا اضر بمصالح انجلترا لما حصل العدوان طبعا من خلال الاحداث اللي احنا عارفين طبعا لما جات انجلترا وفرنسا عند بورسعيد وحاول ان هم يكملوا طريقهم في القناة ويخشوا مدينة الاسماعيلية طبعا ما عارفوش ليه صلابة القيادة ومقاومة الشعبية اللي وجدته في الاسماعيلية فهنا طبعا لما نجي نشوف اسباب فشل العدوان هنلاقي اول حاجة المقاومة اللي طبعا قام بها الجيش والشعب وصلابة القيادة في الوقت ده اثنين وقوف الشعوب العربية لجانب مصر تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان امريكا او الولايات المتحدة الامريكية نددت بالعدوان حتى الامم المتحدة نددت برضو بالعدوان يعني كانت امريكا بتقول رفض استخدام الكوة في حل النزاعات الدولية ده اللي ادى لفشل العدوان السلاسي على مصر وكان طبعا من نتيجه ان انسحبت انجلترا فرنسا من بورسعيد في ديسمبر 56 واعتبر يوم 23 ديسمبر ده يوم عيد قومي لمدينة بورسعيد احتفالا طبعا بذكرى خروج الكوات الانجليزية والفرنسية بعدها في اوال 57 انسحبت اسرائيل من سيناء وتم ومن طبعا من قطع غزة وتم وضع قوات الطوارئ الدولية ما بين مصر وما بين اسرائيل من هنا طبعا ادراكت الدول العربية ومن طبعا على رأسهم مصر طبعا وسوريا وعملوا واحدة مع بعض سنة 58 واللي هتستمر لغاية سنة 61 لان طبعا النقطة دي يعني ادراكوا العرب مدى خطورة الاعتداد الاسرائيلية ومدى الجرم اللي بيقوم بالاعتداد الاسرائيلي طبعا على العرب طيب لو جينا اخذنا بعد كده بقى عدوان خمسة يونيا لو جينا اشوفنا السبب بتاعه هلا بقى ان اسرائيل لها رغبة في رد الفشل اللي فشلته في العدوان السلاسي طب تعمل ايه؟ هي عارفة ان مصر وسوريا عاملين واحدة مع بعض سنة 58 ففي اتفاقية كانت بين مصر وسوريا اسمها اتفاقية الدفاع المشترك طبعا اتفاقية الدفاع المشترك يعني في مجملها او في معناها البسيط ان لو اي دولة من الموقع للاتفاقية اتعرضت للاعتداء الدولة التانية دافع عنها فبدأت من هنا اسرائيل يعني تستدرج العرب الى حرب هي مدركة انهم لم يكن مستعدين لها في الفترة دي فرحت حشد القوات على الحدود السورية فطبعا مصر بدورها العظيم اعلنت وقفها بجانب سوريا وعلى طول قامت القيادة المصرية طبعا بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ببعض الخطوات اولها اغلاق خليج العقبة طبعا ده كانت خطوة مهمة جدا قام بها الرئيس جمال عبد الناصر لاحكام الحصار الاقتصادي على اسرائيل وقام ارسل الكوات المسلحة الى سيناء وطلب من الكوات التوارئ اللي كانت موجودة ما بين مصر واسرائيل اللي ابتعاد عن بعض المناطق الحدودية وبدأ على طول من هنا طبعا الاستعدادات لملاقات اسرائيل لكن اسرائيل استخدمت عنصر المفاجأة في العدوان ده يوم 5 يونيا 67 وقامت على طول مفاجأة المصر بدرب المطارات المصرية وطبعا حصلت هزيمة كبيرة جدا وكانت من اسبابها استخدام اسرائيل عنصر المفاجأة تفوق اسرائيل العسكري وخاصة سلاح الجو وطبعا هنا بقى عايزكم تربطوا وانتوا بتذكروا الافكار ببعض طبعا هنا لما تفوق العسكري واستخدام عنصر المفاجأة دي النقاط المهمة اللي حطاها الرئيس محمد انوان السادات والقادة في الكوات المسلحة نصب اعيونهم مهمة بيجاهزوا لحرب اكتوبر ان برضو لازم يكون فيها عنصر المفاجأة لازم يبقى اسلاح الجو وسلاح قوي وزاي ما شفناه طبعا في حرب 73 ازاي الضربة الجوية اللي قام بيها الرئيس الراحل حمد حسن مبارك لانه كان ساعته رئيس الكوات الجوية واحدثت خسائر كبيرة جدا لاسرائيل في سيناء فطبعا من اسباب مهزيمة 67 هو استدام عنصر المفاجأة السلاح العسكري الجوي لاسرائيل مسامدة الولايات المتحدة الامريكية طبعا وبعد الدول الاوروبية لاسرائيل طبعا في كل المجالات ونقطة مهمة جدا وهي نقص التدريب وعدم توفر الاسلحة لمصر والعرب فكانت النتائج طبعا ان اتدمرت المطارات استولت اسرائيل على سيناء كلها لغاية الضفة الشرقية لقناة السويس طبعا خادت غزة وخادت الضفة الغربية لنهر الاردن وخادت هضبت الجولان من سوريا طبعا بعد كده ليه الحرب بقى اللي عندنا برضه في المنج وهي من الحروب المهمة اللي هي حرب تلاتة والسبعين ودي تجانت من اسبابها ان مصر وسوريا كانوا مصممين على محو اثار لهزيمة طبعا بتاعت 67 ورافض اسرائيل المتعنت والمستمر لتنفيذ قرارات مجلس الامن من 242 لسنة 67 لان بعد حرب 67 اصدر مجلس الامن قراره 242 بواقف اطلاق النار وانسحاب اسرائيل من الاراضي اللي احتلتها يعني ارجاع الاراضي اللي اخدتها لكن طبعا اسرائيل كانت رفضة تنفيذ القرار ده وده اللي شجع العرب او مصر وسوريا بالتحديد انهم يخشوا حرب 73 وزا ما احنا ما درسنا كده وشوفنا البطولات اللي حقاها الجيش المصري والجيش السوري طبعا في الحرب وكانت من النتائج بتاعته نتائج مهمة جدا اول حاجة ان نقطة تحول في الصراع العربي الاسرائيلي خلاص بقى من هنا نتحول بقى الصراع مهمة جدا اثبتت لاسرائيل في الفترة دي ان منطق القوة لا يمنح سلاما يعني ازا ارادت اسرائيل ان هي تعيش مع العرب فلازم تبقى عارفة ان منطق القوة لا يمنح سلاما ان خلاص رجعت الثقة للمقاتل العربي اتحطمت اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقر اللي كانت بتستخدمها لطبعا ليه يعني بس الحرب النفسية في نفوس المقاتلين العرب وبذات طبعا المصريين لكن طبعا خلاص اتحطمت الفكرة دي تالت حاجة تقويد يعني هدم اصص العقيدة القتالية لإسرائيل اربعة انتهاء نظرية الامن الاسرائيلي ودي سؤال مهم جدا ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي دلل هي حرب اكتوبر انهت نظرية الامن الاسرائيلي طبعا لان جميع الخطوط الدفاعية او انهيار الخطوط الدفاعية كانت عاملها اسرائيل ونحن قلنا ان هي كانت عاملة خط برليف علشان تأمن نفسها من اي هجمات تجالها ناحية مصر وكانت عاملة خط قالوا ناحية سوريا طب اتحطم خط برليف يبقى خلاص نظرية الامن الاسرائيلية اتحطمت تاني حاجة انتهت حالة اللاسلم ولا حرب النقطة بعد كده ان اظهرت اهمية استخدام سلاح البترول العربي او النفط العربي زي ما احنا ما شفنا كده لما جي الرئيس الامريكي طلب مساعدات لاسرائيل اجتمع وزراء النفط العربة في الكويت وكرروا ان هم هيقللوا انتاج البترول عشان طبعا يرتفع سعره وحزر تصدير البترول للولايات المتحدة الامريكية المساندة لاسرائيل وطبعا دي كانت من العامل المهمة وكانت من المساندات السياسية اللي عملوها العرب او الدول العربية بالنسبة لمصر وصولها في الحرب وكانت من العامل اللي قدت الى الانتصار اثرت كمان الحرب دي في العلاقات بين اسرائيل والدول المحبة للسلام في غاسيا وافريكيا واوروبا يبقى هو نتايج حرب اكتوبر نتايج كانت مهمة جدا بالنسبة للمصريين ودروس مستفادة بالنسبة لي الجيش المصري وبالنسبة لي العرب طيب نجي النقطة بعد كده بقى لاهم المؤتمرات اللي موجودة عندي في المنهج انا عندي في كم مؤتمر اتذكر نشوف كده مؤتمر باندونج ده مؤتمر اتعمل في اندونسيا سنة 55 واللي فيه تبنو سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز الى ايا من القتلتين سواء الشرقية او الغربية وطبعا مصر شاركت فيه المؤتمر ده مع الهند واغسلافيا فيه اصدار قراراته عندي بعد كده مؤتمر كان بديفيد وده مؤتمر اتعمل سنة 78 برعاية امريكية واللي حضر فيه او اللي دعي ليه كان جيمي كارتر الاول واللي حضر فيه كان الرئيس المصر الراحل محمد انور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيجين واللي فيه اتوصله لإطار للسلام عندي بعد كده مؤتمر مدريد للسلام وده اتعمل سنة 71 في مدريد عاصمة اسبانيا واللي فيه تم او كان شعاره كده حل النزاع العرب الاسرائيلي على مبدأ الارض مقابل السلام يعني اذا ارادت اسرائيل العيش في السلام يبقى عليها الانسحاب من الاراضي التي احتلتها عندي بعد كده اتفاقية اوصله وده اتفاقية عملت في اوصله عاصمة النرويج وتكرر فيها منح الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وطبعا اتمضى على الاتفاقية دي يعني هي عقدت فيه النرويج لكن تم التوقيع عليها في واشنطن ونازم ناخد بنا من النقطة دي لانها موضع سؤال مهم في الامتحان سوا صح وغلط او اختار عندي بعد كده مؤتمر سانريمو وده مؤتمر اللي تم وضع فيه فلسطين تحت الانتداب البريطاني عندي بعد كده اتفاقية السلام سنة 79 الاتفاقية بتاعت السلام او معادة السلام دي اللي نصت على انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء اقامت علاقات ودية بين الطرفين اقامت مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود احترم حرية الملاحة في الممرات الدولية بدء مفاوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة هنا بقى عايز اعطي معاكم الحقيقة عن انه انت مهمة جدا في السؤال ممكن يجيلي هين هو يقول لي ايه ما اوجه الشبه نركز جدا في السؤال ما اوجه الشبه بين قرار مجلس الامن 242 وما بين معادة السلام سنة 79 هل فيهم اوجه الشبه طبعا لما اجا شوف الكرارات اللي تلعت لمجلس الامن في 242 وما بين معادة السلام ألاقي فيها طبعا بنود متشابه اولا انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء هنلاقي برضو فيه شبه اللي هو انسحاب اسرائيل من الاراضة التي احتلتها يعني فيها الى حد ما اوجه تشابه لكن النقطة المهمة جدا والتشابه هي احترام حرية الملاعة في الممرات الدولية تمام فدي من النقطة المهمة جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنذاكر ما بين قرار مجلس الامن ومن معادة السلام طيب المنظمات دا الاقليمية والدولية انا عندي جامعة الدول العربية دي منظمة اقليمية طبعا اتأسست في 45 والمقر بتاع حزنانا معارفين في القاهرة طبعا في مصر والاهدف بتاعتها ان هي بتنسى العلاقات بين الدول العربية التعاون وحماية الامن القوم العربي صيانة وحماية استقلال الدول الاعضاء يعني الدول الاعضاء داخل الجامعة مسئولية الجامعة مسئولية حمايتها وحماية حضوطها من جامعة الدول العربية الجامعة الدول العربية بتنسى الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء طيب عندي بعكا من مؤتمر الاسلامي وده مؤتمر هدفه يعني تطوير العمل الاسلامي من خلال تفعيل اهداف مبادئ منظمة طيب هي مصر شاركت فيه المؤتمر الاسلامي طبعا كان لها دور مهمة جدا اما اتعمل مؤتمر الرباط سنة 69 كان موجود في المغرب حضرته مصر علشان خطت طبعا الحريك اللي حصل فيه المسجد الاقصاص عيتها وكانت قضية مهمة جدا فكان لازم يجتمع المؤتمر الاسلامي الاتحاد الافريكي طبعا الاتحاد الافريكي احنا عندنا ان مصر لها دور مهمة جدا لازم اخبرنا من الولاد فيه افريقيا فيه تحقيق الامن تحقيق استقرار الكرة الافريكية لان طبعا تحقيق استقرار الامن في الكرة الافريكية هو من الامور المهمة لامن مصر القومي فطبعا مصر شاركت جدا في الاتحاد الافريكي وكان لها دور مهمة جدا يعني اول كمة افريقية عملت سنة 64 كانت موجودة مصر. طيب مصر شاركت للمرة الثالثة في الاتحاد الافريكي في عهد الرئيس عفتاح السيسي شاركت في الاتحاد الافريكي وكان لها دول مهم جدا في دعم القضايا الافريكية وفي رؤية تطوير السروات البشرية للقرة وازاي ان احنا نعمل تأهيل للشباب الافريكي وتعزيز دور المرأة في افريقيا وازاي ان احنا نزيل العقبات لربط الدول الافريكية ببعض طبعا لتحقيق تنمية للقرة وفتح اسواق افريقية مشتركة بين مصر وتفعيل التجارة الحرة في القرة الافريكية فمصر ليها دور مهم جدا في الاتحاد الافريكي لان زي ما قلت لكم ان امن افريقيا واستقرارها هو من امن مصر الامم المتحدة طبعا دي منظمة دولية نشأة سنة 45 وعدفها هي المحافظة على السلام والامن الدوليين بتنمي العلاقات طبعا بين الامم يعني تعزيز احترام حقوق الانسان والتعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وطبعا زي ما شايفين كده هنلاقي فيه تشابه بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في تحقيق الامن بس طبعا جامعة الدول العربية للدول الاعضاء يعني الدول العربية لكن الامم المتحدة بالنسبة لي العالم عند بعد كده الاجهزة لداخل الامم المتحدة عند الجامعة العامة ودي طبعا اللي بتعين فيها الامين العام وبيناش المشكلات الدولية وبيعتمد الميزانية واحنا خدنا في دراستنا ان بيتعين الامين العامة وممتحدة عن طريق توصية من مجلس الامن اما مجلس الامن ده بيكون من 15 عضو 15 دا امين ولهم حق الفيتو و10 اعضاء غير دا امين ودول طبعا بينتخبوا كل سنتين شوف الجهاز اللي بعد كده بقى نلاقي مجلس الوصوية ده مجلس بيختص بادارة الشؤون الدول اللي كانت مستعمرات لغاية لما يهيئ انها تحكم نفسها بنفسها عندي بعد كده محكمة العدل الدولية دي عبارة عن محكمة بيبقى فيها 15 قاد طبعا بالانتخاب مكرها لهاي في هولندا وبتختص في الفصل في المنازعات الدولية طبعا هنا بقى هنفتكر القضية اللي حصل سنة 82 بعد انسحاب اسرائيل من سيناء معادة طابة مساعدة مصر عرضت القضية على هيئة التحكم الدولي في محكمة العدل الدولية فده نقطة مهمة جدا لازم اخمنها منها عند الامانة العامة وده موجودة في نيويورك ورقاصة الامين العام وده بينفذ طبعا الاعمال اليومية للامم المتحدة في منظمة اليونسكو وده منظمة بتهتم بيه العلم والتكنولوجيا ونشر الثقافة تعزيز التعاون بين الدول اللي موجودة في الامم المتحدة طب هل منظمة اليونسكو ليها دور في مصر طبعا انقاذة معمد ابو سيمبل عندنا واحياء مكتب الاسكندرية وانشاء مدحف الاسكندرية كل دي من الادوار المهمة لليونسكو في مصر منظمة الصحة العالمية دي مقرها في جينيف سويسرا وده هدفها ان يتقدم الخدمات الصحية او تعزز من الخدمات الصحية في العالم منظمة الامومة والطفولة الياليونسكو وده هدفها توفير حياة افضل الاطفال في العالم منظمة الاغذية والزراع اليالفاو وده هدفها توفير الغذاء والنهوط بالزراعة في العالم ومقرها في روما بايطاليا حركة عدم الانحياز ودي احنا عارفينها طبعا الحركة اللي مصر شاركت في المؤتمر بتاع باندونج سنة خمسة وخمسين ودي في البداية كانت الحركة بتكون من خمسة وعشرين دولة دلوقتي عددهم 118 ودي هدفها عدم الانضمام لأي من الكتلتين سواء الشرقية او الغربية طيب نرجع لي نقطة مهمة وهي المواقف العربية صنعها حرب اكتوبر اللي اتكلمنا عنها لازم ناخد او نفرق بين الدور العربي وما بين الدور الامريكي في الحرب الدور العربي الحقيقة كان قايم على كذا نقطة تقديم دعم عسكري تقديم دعم مالي تقديم دعم سياسي الدعم العسكري اللي هي الدول اللي بدت لمصر دعم عسكري في الحرب زي العراق والجزائر وليبيا والاردن المغرب السعودية السودان الكويت وتونس وطبعا الدعم العسكري ده كان ليه دور في نصر اكتوبر طيب اما الدعم المالي الدول اللي قدمت بقى دعم مالي سعودية والجزائر والامارات وقطر يوم يجي بقى هو يسألني في الامتحان يقول لي مسلا صح وغلط يقول لي من الدول اللي قدمت دعم مالي وعسكري السعودية والجزائر طبعا هيبال السؤال ده صح وده جنة السنة اللي فاتت طيب اما الدعم السياسي بقى زي ما قلنا كده اما قرر وزارات النفط العربي في الحرب لما جي طلب الرئيس الامريكي مسعبات مالية لإسرائيل اجتمع وزارات النفط وقرروا ان هم مش هيصدروا النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكمان هيخفضوا الانتاج ده الدعم العرب اما الدعم الامريكي لإسرائيل طبعا اكيد في الحرب عسكرين وماليا امريكا عملت جسر جوي لتقديم المساعدات العسكرية إلى اسرائيل وقدمت لها مساعدات مالية ضخمة وقدمت لها معلومات عسكرية اثناء الحرب كانت كاميرات التجسس الامريكية بتصور الحرب فنقلت ان في منطقة اسمها منطقة الديفرس وار ما فيش فيها اسلحة ولا قوات قدت المعلومة دي لإسرائيل وايه اللي سعادتها لحداث صغرة الديفرس وار اما سياسيا طبعا ادخلت الولايات المتحدة الأمريكية لما لقيت طبعا الانتصارات المصرية على اسرائيل في الحرب ادخلت عن طريق وزير خارجاتها إلى مجلس الأمن واللي اصدر قراره فيه القرار رقم 338 لسنة 73 اللي هو كان بيقول وقف الاعمال الحربية في 22 اكتوبر 73 ومن بعدها بدأت المبحثات من مصر واسرائيل لإنهاء السراء ده خبالنا برضو من النقطة دي لما كده عندي فيه قرارين لمجلس الأمن قرار 242 اللي هو بعد عدوان 67 وعدوان 338 بعد حرب أكتوبر بكده احنا مرينا على النقطة أو النقاط المهمة عندي في المنهج شخصيات أحداث وحروب ومفاهيم مهمة جدا وخبنا المنظمات اللي موجودة المؤتمرات اللي موجودة طيب نجي نشوف كده بعض الأسئلة اللي جبتنا في الامتحانات كده وازاي نجاوب عليها جاب لي عبارة بيقول لي اشتركت صورتي 23 يولي 52 و 25 و 25 يناير 2011 في هدف أساسي هو القضاء على الفساد وتحقيق عدالة اجتماعية بيقول لي طيب في دول عبارة دي عايز سببين لصورة 23 يوليو و 25 يناير زي ما انا معارفين صورة 23 يوليو قامت بسبب فساد النظام الملكي استمرار لاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية لما قلنا ساعتا ان معادل 36 لم تؤدي لاستقلال مصر استقلال حقيقي بدليل قيام القوات البريطانية بمحاصرة أسر عبدين ويأكبروا الملك على تعيين مصطفى النحاس رئيس للحكومة ده بالنسبة لصورة 23 يوليو طيب بالنسبة ل 25 يناير عندي كذا سبب ممكن اقول تدور الأحوال الصحية الاقتصادية الاجتماعية والتعليمية ممكن اقول تزوير الانتخابات بتاعت مجلس الشعب في 2010 تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لفئة قليلة من رجال الأعمال طيب يقول لي ما مكترحاتك لعشان صورة 25 يناير تحقق العدالة الاجتماعية فيما رأيك نحاول نحن نشوف النقطة اللي بيدور عليها السؤال هو بيقول لي عدالة الاجتماعية طيب ما أنا عندي في صورة 25 يناير لما جينا خدنا في الأسباب قلنا ان مصر قبل الثورة افتقدت العدالة الاجتماعية طيب ليه لان ما كانش فيه توزيع عادل للصروات خلاص يبقى رأيي علشان تحقق الصورة اهدفها او تحقق العدالة الاجتماعية ان يكون فيه عدل في توزيع الصروات في الدولة طيب اجي بعد كده شوف فيه سؤال تاني عندي بيقول مرة مصر اه القبية شأنها شأن بقية الدول بفترات انكسار وفترات انتصار الا انها دون سواها سريعا ما تفوق من كوبتها شامخة قوية عظيمة متصدية لكل معتدي عبارة طبعا مؤثرة جدا وبتوضح قد ايه مصر بتواجه ازمتها بكل قوة لغاية لما بيزيل عنها الازمة وبيزيل عنها الخطر فبيقول في دول عبارة وضح انجازات صورة 52 في مجال الصناعة حلو جدا صورة 52 نية انجازات كتيرة جدا في الصناعة اولها انشاء مصانع جديدة زي مصنع الحديد والصلب في حلوان مصنع الاسمدة في اسوان الاهتمام بالتعليم الصناعي التنقيب عن البترول وعمل محطات لتكريره طب ايه الدروس المستفادة من حرب 73 ودي احنا قلنا لسه مراجعينا دلوقتي في حرب 73 في دروس مستفادة كبيرة جدا نقطة تحول في الصراع العرب الاسرائيلي اثرت على علاقات اسرائيل بالدول المحبة للسلام في اسيا وافريكيا واوروبا القضاء على اسطولة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقر كانت تقويت قصص العقيدة القتالية انتهاء نظرية الامن الاسرائيلي انهاء حالة الاسلم والحرب كل دي نتائج ودروس مستفادة السؤال اللي بعد كده بيقول لي تعد حرب اكتوبر المجيدة عام 73 بداية انطلاق سياسة مصر نحو انهاء الصراع العرب الاسرائيلي لتحقيق السلام في دول عبارة اجب اذكر سببا واحدا من ازباب اندلاع حرب اكتوبر انا عندي حرب اكتوبر قامت لاسترداد سيناء وهضبة الجلان طبعا اللي استولت عليها اسرائيل تعنت اسرائيل ورفضها تنفيذ قرار اتنين اربعة اتنين والانسحاب من الاراضي التي احتلتها ممكن اقول التصميم المصر السوري على ازالة اثار نكسة سبعة وستين دي من الاسباب اللي قدت لي اندلاع حرب تلاتة وسبعين اين عقد مؤتمر كان بديفت طبعا اتعاقت في الولايات المتحدة الامريكية لانه كان برعاية الرئيس الامريكي ساعتها جيمي كارتا الفلسطين ما كان خاصة في قلب كل عربي طبعا يقول لي دلل على صحة العبارة الحقيقة العبارة هي عبارة يعني اه كلها دلائل ان فلسطين هي جزء من كل عربي فينا لها اهمية عنده كل عربي فينا اولا بالنسبة للمسلمين فاليها اسرية بيا سيدنا محمد بيها المقدسات الدينية اللي سميزها المسجد الاقصر بالنسبة للمسيحيين اليها اسرية ولد فيها السيد المسيح يبقى هالفلسطين مهمة بالنسبة للعرب مسيحيين ومسلمين طبعا اه فهي جزء وده ويعني جزء مهم جدا من اه فكر كل عربي ومن وجدان كل عربي طيب بيها كمان المسجد الاقصر اللي هو اولا القبلتين وسلسل حرمان الشارفين ليه ركزنا عن نقطة دي لان ساعات بيجي اكمل ساعات بيجي مسلا اختار اه يقول لي ايه هو ايه هو اولا القبلتين وسلسل حرمان الشارفين يبقى المسجد الاقصر طب ايه المدينة اللي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام تبقى اه فلسطين فلازم ناخد بالنا من النقطة المهمة دي اخر سؤال عندي بيقول لي ما رايك فيه موقف العرب من اجراءات تنفيذ وعد بلفور احنا طبعا شفنا لما بريطانيا نفذت وعد بلفور بعد الانتداب البريطاني لما سمحت لليهود بالهجرة من كل دول العالم الى اه فلسطين وسمحت بانتقال الاراضي من عرب فلسطيني اليهود عن طريق الشراء فطبعا الاجراءات دي ما خلتش الشعب الفلسطيني يعني يقبل بكده وقام بيه ثورات عديدة و اه نشاط للحركة الوطنية استمرت من الف سمية تسعة عشرين لتسعة وتلاتين اللي كان طبعا اختارها انتفاضة تسعة اه تسعة وعشرين وصورت ستة وتلاتين اللي قام بيها اللجنة العرضية فطبعا الدور ده بيوضح قد ايه الشعب الفلسطيني اه شجاع حريص على عروبة فلسطين بكده يبقى اه انتهينا الحمد لله من مراجعة التاريخ اه نركز جدا في حل الاسلة نخبالنا من النقاط اللي ركزنا عليها وازاي بتجي في الامتحان وازاي افرق اه بين سؤال واخر اه 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 اركز في اجابة اه كل سؤال بمنطق الفهم اللي انا فهمه من الاحداث اللي انا درستها وبالتوفيق ان شاء الله و الى اللقاء ان اخر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة